نار ودخال ودمار احتجاجات مستمرة أعمال نهب وسرقة مجموعة مسلحة ظهرت للمرة الأولى قتلى وعشرات الإصابات توقف للرخالات الجوية من كازاخستان وإليها إيقاف عمل البنوك والبوصة تطورة دفعت الرئيس الكازاخستاني إلى إعلان حالة الطوارئ أحداث متسارعة أرخت بثقلها على كازاخستان ودفعت رئيسها لمناشدة قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمواجهة أحداث العنف والعصابات الإرهابية وإعادة الاستقرار إلى بلاده اعتمادا على معاهدة الأمن الجماعي لقد اتصلت بقادة المنظمة لدعم كازاخستان في مواجهة هذا التهديد الأرهابي إنه ليس تهديدا في الواقع إنه تعطيل لدولة بأكملها المدينة تعرضت للهجوم والتدمير والتخريب رئيس القرغستان صادر جبروف أعرب خلال مباحثته مع قادة دول المنطقة عن قلقه بشأن الوضع في كازاخستان مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تلقف دعوة نور سلطة فأرسل كتيبة من قوات حفظ السلام التابعة له إلى كازاخستان من أجل المساهمة في استقرار الوضع وتطبيعه في هذا البلد بدورها موسكو أعلنت إرسال مجلس الدوم الروسي قوات حفظ السلام لحماية أمن المنشآت والبنية التحتية في كازاخستان ويأتي وصول هذه القوات في وقت استمرت فيه الاحتجاجات العنيفة حيث اشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في الساحة الرئيسية بمدينة المآتي وأعلنت تلفزيون الرسمي الكازاخستاني مقتل عدد من أفراد الشرطة المحلية وجرح آخرين خلال المواجهة وبرغم أن ارتفاع أسعار الغاز هو الذي أشعل فتيل الاحتجاجات فإن الخطوة الحكومية بخفض الأسعار لم تسهم في تهديئة الغضب ما طرخت تساؤلا عن خلفية هذه التحركات والجهات التي تقف خلفها ترجمة نانسي قنقر